دكتور عصام هل في تشكيل الحكومة القادمة من الممكن أن تنتفي الصيغة التي استقرت في العراق منذ العام 2003 وهي الصيغة تقسيم الرئاسات الثلاث أن الرئيس يبقى كردي والرئيس الوزراء الشيعي ورئيس البرلمان السني على غرار لبنان هل الآن أواني التخلص من هذه الصيغة والاتجاه إلى صيغة ربما أكثر انفتاحا؟ نعم يعني هنا سنعود إلى مسألة أساسية سيدي هو طبيعة الدستور العراقي وما كتب والخلل هو في الدستور حينما يقول يكلف رئيس الجمهورية رئيس الكتلة الأكبر من الثابت والبديه كمحصلة رقمية الشيع يمثلون أن ما يقانب 60% ولا بد أن يكون رئيس الكتلة من الشيع إذن أن الخلل البنيوي في الدستور العراقي هو فرض هذه المرحلة فحينما يفرض رئيس الوزراء أن يكون شيعيا على فعله هو لم يذكر شيعيا بالدستور ولكن حينما يقوله كتلة الأكبر وهذا ما الآن هو محض دعني أقول لقاشات وجدلية قائمة بين الأحزاب الذهاب إلى تغيير الدستور بحيث يتحرر الدستور العراقي من الشخصية ما هو داخل هذه الكتلة الأكبر ممكن يبقى في داخلها سني أيضا أو كردي يعني ما هو ممكن هو برئيس وزراء إيه المشكلة نعم بالتأكيد ما الدستور معلش صراحة وهذا ما أكد عليه سيد مقتدى الصدر نعم سيد مقتدى الصدر تحدث حينما قاله أن الدستور بما أنكم تتحدثون عن أن يكون رئيس الكتلة الأكبر بما أنها آلت إلى الشيعات لماذا لا يكون رئيس الوزراء تركماني أو دعني أقول مثل فيلي أو ما شابه ذلك بمعنى هذا أنه ذلك نغل في مستوى التفكير وهذا طرح نعم عراقي أنا أتحدث هنا نعم القوة السياسية الموجودة في المشهد السياسي العراقي هي ليتها ذهبت إلى المكونات ولكنها تصارعت على الفئات من داخل المكونات بحيث أنك ترى في المكون السني أن هناك فئة تستأثر وفي المكون الشيعي فئة تستأثر وفي المكون الكردي فئة تستأثر هذه طبيعة العقل الشرقي برمته وهنا أتذكر عبارة لإمام علي حيما يقول من ملك استأثر الاستأثر بالسلطة هو الذي يدفع كثير من القوى السياسية إلى إزاحة ليس فقط من يختلف عنهم عرقيا مذهبيا دينيا وإنما حتى المقربون لأنه في قوانين هناك مبدأ يقول الثورة تأكل رأس رجالها لكن السلطة أثبتت في الشرق أن الثورة تأكل مبادئها وهنا الإشكالية الكبرى يعني كل حديث كان يجري حول موضوع مشاركة الجميع وبناء دولة ديمقراطية لكن في هذه المرحلة السيد مقتدى الصدر أسس لثقافة جديدة وثقافة نقطة رأس سطر يجب أن يكون المشروع الوطني هو المتقدم لكن يقابل هذا أن هناك كتب مازال تتسارع على السلطة وارد يا دكتور عصام في هذه التركيبة الجديدة أن نتخلص من هذه الصيغة أما ناسا تستمر يعني شكرا على هذا السؤال سيدي أنا أعتقد طريق إلى ألف ميل يد بخطوة الذهاب إلى التكنقراط السيد مقتدى الصدر حتى حينما ذا بلتحالفه مع العلمانيين كبار الشخصيات الوطنية اليوم المشاركة الدكتور رائد فهمي وهو يعني كلنا يعلم أنه شخصية شيوعية مرموقة كمتاز بالنزاهة ويكاد يكون هو المفاوض الأول بمعنى هذا أن هناك تحرر من الانتماءات الفئوية الطبقية الحزبية وحتى الشخصيات الأخرى في موضوعة التفاوض سيد جاسم الحلفي عضو فاعل مع السيد حقيقة رافع وسيد نصار ربعي وكثير من الشخصيات هذا يتوقف على مدى مستوى الإدراك الحسي لكثير من الكتل الذهاب إلى مشروع دولة المواطنة وليس دولة الفئات أو الطائفية لأن كل شعارات الطائفية التي طرعت من هنا وهنا كان يراد منها استدراج المواطنة تمام